موسيقى السلام عليكم حبيبتي كيف دائري؟ أمساعدكم؟ أمساعدكم؟ أمساعدكم بأخير ونرى هذا الفلوك بأزم الصحة ونعرفي إن شاء الله يا ربي أنا داخل الكزينة ولكن لا أدخل لكي أتضيق اليوم داخل لكي أتحركوا شيء أقل لكم الماسك الماسك الذي يقلبون الماسك الثوين لشد البشرة طبعا نحن مع تقدم السن لأنه لا يبقى صغير يعني عام على عام يكبر لأن البشرة دينا كتولي فيها مثلا تجاعد كتولي فيها خوطة ترقيقة كتولي البشرة دينا مالشي كما كانوا صغير كما كانوا تنكبروه قالت نجيب لكم الماسك اللي سيحل لكم شكل للبشرة كنا عرفوا أنها كانت حرول على برا اللي تحيد التجاعد مثل بوتوكس مثل الفيلر ولكن نريد أن نقوم بعمل شيء في الدار اللي نعاون بها أو اللي لا يريد أن نقوم بعمل كميائي برا ونريد أن نقوم بعمل شيء لديكم الماسك جديد اللي يقوم بعمل اليابانيات لكي يحفظوا على البشرة لهم على الإشراقة وعلى الصور لكي تبقى البشرة صغيرة مهم أول شيء هنا سنحتاج بصلة حمراء كما ترون سنحتاج فيتامين سي أو فيتامين أي فيتامين عندكم سنحتاج بازلين سنحتاج الحامد أنا أخذها أورغانيك تقدرون أن تأخذوه وتعصره يعني أنا كالسة هلية هذا يتباع هنا في HB أو في أي بلاسة يكون كل ما فيه أورغانيك يعني مزيد وعندي كوكونيت أورغانيك وتقدرون أن تبدله بأي أورغانيك يعني تقدرون أن تبدله به وعندي هنا الحلبة أنا أعتمدها في الوصفات التي أقوم بها أعتمد الحلبة لأن أنا أقوم بها أستغل وقت أستغلها لأنها كانت تفروجها بالنسبة هنا بالنسبة للبصلة أنا أخذتها كما تشاهدون هنا وطحنتها لم أشاركت معكم طحنتها لأن لا أعرفوا أن تكون في عينيك المهم يلا تحنتها بإمكانكم تطحنوها أو تحكوها تتخرجوا هذا المدد المهم أنا هنا أريد أن أقول لكم المقادر التي قمت لديهم وهنا هنا 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 لدي 4 معالق الروز بيد مطحون ومغربل هذا 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 روز يعتمدون ليبانية كي يحافظوا على البشرة وعلى الصغر وعلى النظارة لديهم كما تعرفوا هي البصلة الحمراء سوف تحاولون جميع مشاكل البشرة بالنسبة للبصلة الحمراء التي قدرها بالنسبة للروز يعتمدون اليابانية كثيرا في الجمال البشرة زيت أو زيت أو زيت أو زيت أو زيت أو زيت وطبعا عندي فيتامين أي اي بيطانين اي بيطانين سي او اي بيطانين مهم اول حاجة سوف نأخذ هذه البصلة اللي عصرت هنا كما تشوفوا سوف نخرب المدينة للبصلة كامل سهل انه يصف هذه كما تشوفوا هي البصلة اللي صفيت هذا هو المدينة للبصلة اللي درت سوف نأخذ هذا الروز اللي قلت لكم عن قربعة المعلقة للروز هنا طبعا هذه السفاية غسلتها ونشفتها لكي لا تستطيع فلس قوة تشغليها مثلا الروز سوف نزيد طودر الحلبة سوف نزيده هنا طبعا هي موجودة الحلبة موجودة في السورة العرب او انتراشنال الفود هذا شوية حامض او نصف معلقة الحامضة سوف نزيدها هذا كوكونت اويل او زيت كوكونت سوف نزيده باقلية فيتامين سي و باقلية بازلين اوكي بازلين سوف نزيد تقريبا واحد الراسة اللي معلقة سوف نزيد شوية البيتامين سي تقريبا نصف معلقة البيتامين سي سوف نحرك هذه الخالطة جيدة لاننا سوف نزيد اوه 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 من الراسة اوه بعد المرات الروز يكون انواع يعني تضيروا على حسد يعني على حسد حسد اوه لا يأتي القاسح لا يأتي القاسح لا يأتي القاسح انا ازلت واحد مع القوحة ثم كتفوه هذا هو الخالق سوف نخلقه سوف يجنسيه جيدا و هنا كنتم سوف نضيف الخالق بالفرشات و من بعد أن أغسلت وجهي جيد إذا قدرتوا سوف تفضلوا سوف تفضلوا على الأقل تغسلوا بصابون و تفضلوا هذا الماسك هذا الماسك سوف يكون صالح مدة أسبوع سوف تفضلوا تفضلوا مدة أسبوع تفضلوا تقريبا كل يومين تفضلوا لقد أردت كلمة كثيرة أريد أن أعطي أنه صحبتي تفضلوا 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 على الجبهة على أحد العينين لا تريد أن يجعلوا تفضلوا 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 و تفضلوا أعطي سوف نضيف 15 دقيقة تفضلوا 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 يجب أنك يتواصلوا أملك لكن يسلوا التي تفضلوا أن يlatق Ro80 مثلا آية الضابط يخذ لأنها يقب نضيف كما نقول لكم بما الحلبة صعبة انها تحيد من الوجهة لما كنت شغل الدخول هذا الشيء الذي يبقى عندي سوف نضيفه في 1 طاسر تستعملوا نهار اه ونهار الله تحتفظوا به طبعا وتستعملوا نهار اه ونهار الله هذا مهم سأتجبكم هذا الوصف لننسى انكم تجربوها كما عجبتني انا سنتم سأتجبكم هذا الوصف كما عجبت معكم كان مصيب الوجه لم يتركوا معكم قلت سأتشارك معكم حتى كيف تحكم بوجهكم كيف تحكم بوجهكم طبعا لا أريد أن نضيفه في الحمام لأن الحمام لم يكن تخنق له الوصفات تتخنق له يعني نضيفه في الكوزينة على الأقل حاجة لم يكن تطحنها المهم أريد أن نشارك معكم كيف تحيدوه تحيدوه في هذه الطريقة ضروري تركزوا على على هذا البلايس الذي يكون فيهم تجاعد يعني البلايس الذي نحسه أن فيهم تجاعد هما الأولين التي بدأت فيهم هذه الخطوط الرافعة هذه الخطوط الارتوقة رمضة بها تحكوه كامل بحلها تحكوه كامل بحلها هذا الماسك رأى هو مسك و في نفس الوقت تشعر ، ستشعر أحساسه أمتاع سوف تحسس من أحساس الأحساس يجب أن تكون كاتتصور وتحق وجهكم سوف تحسس من أحساس الأحساس مع ذلك الزيوز مع البيطامين مع الروز مثل السكراب مع ذلك البصلاع تحسس من أحساس الأحساس مهم أن البصلاع تحرقني عيني كثيرا لكن كخالت لم أتوقعه يعني كخالت مع هذا الشيء لم أتوقعه كيف ترون أنا بقى ما غصلتها قسمة بالله و كنت أحسس رائع يعني بقى ما غصلتها كنت أحسس جيد كنت أحسس أن في عامةة بشرة لعلي يعني مشدودة كنت أحسس بها نلقية كنت أحسس بها يعني فيها واحد حيوية طالع فيها شوية ديمة لذا سنجدكم و سنحسس ندوش لأنه أتحيي مني رحة ديمة أحد بشوية و رحة تدسلة لأنني خارجة معروضة سوف نعود معكم في النتيجة النهائية المهم كيف ترى هذه النتيجة النهائية نشعر بالبشرة المشدودة نشعر بها طبعا تنقى نشعر بها نقاها نشعر بها فريش ومستعدة ومستقبلة لها المكياج نشعر المكياج ضغية ضغية يعني لا يكون هذه القشور لا نشعر بها فريش يعني نشعر ببشرتي كلها نفس يعني سمود كيف تقولون نشعر ببشرتي كلها رقية وكلها طبقة واحدة وكلها موين الماسك جيد 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 نتمنى انكم تجربوا وتردوا عليه أخبار و لا أجبكم في الفيديو اليوم لا تنسوني بلايكاتكم لا تنسوني بسعليقاتكم و شكرا لكم لمشاهدة الفيديو مرة أخرى طبعا تعليقاتكم و لايكاتكم هي التي تشجعني أنني نقر فيديوهات تكسروا أكثر ما حال مرة أقول غدا نحب الصعفي لكن نأتي ونكمل عام ثاني و إن شاء الله سنكمل إن شاء الله و نتمنى أن الفيديوهات يكونوا في المستوى ويعجبوكم إن شاء الله و دائما غدا نخليكم في رعاية الله وحبته و انتلقى مع عبرا وزيد إن شاء الله باي باي شكرا لكم